السلام عليكم نحاول في هذه المحاضرة المختصرة نحاول نقدم لكم تلخيص لمحاضرة أمس عن موضوع المصطلحات الطبية الموضوع يضمن المحتويات مفاهيم المصطلحات الطبية أجهزة الجسم والملاحق أيضا مقدمة عن المصطلحات الطبية مفاهيم المصطلحات الطبية هاي كلها موجودة وين بملزمة الPDF اللي أرسلتها لكم وما هي المصطلحات الطبية ولماذا ندرس المصطلحات الطبية وأيضا مجالات استعمال المصطلحات الطبية في أي مجال وأيضا العناصر هاي نجعلها بشكل مفصل وتخلوها مثل كأنه دستور لكم وقاعدة قاعدة عامة لمكونات المصطلح الطبي خلوها ببالكم بدعم تكرروا هوية نفسكم أنه المصطلح الطبي يتكون من السابقة البريفيكس والبريفيكس وهو جزء نضاعه في بداية الكلمة قبل الجذر وله معنى معين الروت الجذر أساس المصطلح الطبي ويكون وضعه في مقاطع معينة قبله وبعده والسافيكس جزء يقع في نهاية الكلمة بعد الجذر وله معنى معين وبعدين عدنا Combining Vowels وهي الحروف الرابطة تربط لاحقة بحذر أو تربط العفو بالجذر تربط لاحقة بجذر أو تربط جذر بجذر وهذه الحروف هي A E I A O واضح طلاب هاي تلقوها موجودة بالمحاضرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر